مباراة صحيحة للمباراة أنا أتوقع أنها ستكون مباراة صعبة أنا أتفاجأ باستقبال الجماهير العراقية وخصوصا الشعب العراقي كان استقبال بحفاوة ورحبوا فينا كثير وحسوا أننا في بلدنا الثاني صحيح أن هذا شيء جميل خصوصا لما يكون مدرب أجنبي ولعبين يحضرون من بلد الثاني شيء جميل وأشكر من هذا المنبر جميع الجماهير العراقية والشعب العراقي على حفاوات الاستقبال شكرا للاستقبال الشعب العراقي estasقبالنا من المطار للفندوق هذا غير مستغرب فهم العافية بخصوص المباراة إن شاء الله ستكون مباراة كبيرة تليق في فريقين كبار وإن شاء الله نمتع الجمهور وبحضور الجمهور رح تكمل المباراة فوقعها ستكمل هذه النتيجة؟ إن شاء الله نتيجة تكون صالحنا معذر الأخوان العراقي لكن إن شاء الله تكون نتيجة صالحنا وهم شيء أن نجعلهم استمتعوا في المباراة طبعاً نادر القوة الجوية ليس بشاركة بها البطولة لكنه عدة مشاركات سابقة فيها البطولة عدة حضور في هذه البطولة بطولة الأندية العربية كأس الملك سلمان الأندية العربية طبعاً الدعوة توجهت إلى نادر قوة الجوية وهافق على المشاركة وبحضور مشرف الفريق الكابتن أحمد أخطير القرعة أوقعت نادر القوة الجوية ضمن فريق الشباب السعودي فريق أعتقد الثالث بالدور السعودي والكل يعرف الدور السعودي دوره محترفين دوره على مستوى عالي أيضاً القوة الجوية فريق يمتلك عناصر جيدة أغلب ويمثلون المنتخب الوطني لدينا محترفين فريق القوة الجوية على مستوى أسوة العربية معروف أسوة بالفرق الأخرى العراقية جاءت الدعوة والحمد لله وشكر الفريق جاهز من كل النواحي فنياً الفريق كله جاهز كلاعبين الكادر التدريبي متواجد من يوم الجمعة حتى نكون جاهزين للمباراة رغم السعجال البطولة اللي تمت الموافق عليها لكن فريق القوة الجوية جاهز ككادر التدريبي جهز كل الفريق نفسياً وبدنياً وفنياً مباراة نمام الفريق الشوية السعودي يوم الاثنين نتمنى من الجمهور العراقي وخاصة من أهالي البصرة جماهير البصرة اللي علمتنا واللي كانت جمالية بطولة الخليج لحضور الجماهير الغفير نتمنى تواجدهم ومساندة فريق القوة الجوية في هذه المباراة حتى نعبر هذه المباراة وتبقى مباراة نيوم 16-4 مع الفريق الشباب السعودي الإدارة وفرت كل ما يحتاج الفريق من أمور مالية لظهور فريق القوة الجوية في هذه المباراة نتمنى التوفيق إلى نادينا وإن شاء الله نكون رقم صحف في هذه البطولة العربية